بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهل مرحمة بكم في برنامجنا مع القادة لقاءنا اليوم هنتحدث عن مصر المستقبل دائماً وأبداً حاضر يسبقه ماضي ينتظره مستقبل مصر لو تكلمت عن الحاضر الحضارات مصر التي عرفت منذ قديم الزمان أي دولة في العالم تتكون من أرض من شعب من حكومة من قانون ينظم هذا الأمر إذا أردنا أن نتكلم عن مصر المستقبل لا بد وأن نعرف أن لدينا أطفال غداً هم شباب غداً هم القادة لدينا شعب رجال نساء لدينا قدوة نتعلم منها كل دولة لها مقومات في الحياة سواء كانت هذه الأمور بحق موقع استراتيجي أو تقدم في صناعة معينة أو تفوق في زراعة أو لديها ما يميزها عن غيرها العالم كله لا يعترف إلا بالقوة في هذا الزمان إذا كانت لديك قوة استطعت أن تحمي حقوقك مصر المستقبل دائماً نرى في شبابنا ما يسلج الصدور أتكلم عن تجربة كانت أمام عيني طالبة في جامعة الفيون الفرقة الثانية كلية الزراعة التقب بها من حوالي أكثر من سنة فعندها طموح غير عادي تتكلم أن لديها أبحاث في الطاقة النووية بالتأكيد هي من محافظة الفيون تحديداً مركز يوسف الصديق حينما علمت أنها تريد بحثاً في الطاقة النووية طيب السند القانوني اللي يحمي هذه البنت أن هي تشتغل تجارب دون أن تفسر إلى أمور أخرى لا أريد أن أذكرها كان لابد أن يتم تحديد موعد مع المستشار العسكري ذهبنا إليه كي نأخذ منه النصيحة ويدلنا على الطريق تكلم معنا بكل الحب والتقدير وأشار علينا بعض الأمور الطموح والإنسان لم يحب يبني مستقبله بيضحي بكل شيء هذه الباحثة الطالبة مشوار حتى تأتي إلى القاهرة لكن أتت مراراً وتكراراً حتى في يوم ما صدر لها هذه العضوية التي ترونها الآن على الشاشة الطالبة أميرة صلاح تم تسجيلها في بحث خاص بها في علماء مصر والوطن العربي وهي أيضاً عضوة معنا في منظمة الشعوب والبرلمانات العربية فرع الفيوم وكانت هذه الصورة داخل المنظمة وأتابع معها منذ بداية 2019 وهذه براءة الاختراع التي تم تسجيلها باسمها في الطاقة النووية تحت رقم 1552 لعام 2019 اللي أنا عايز أقوله أن تم تحديد لها مناقشة نهاية هذا الشهر إن شاء الله لمناقشة الدكتوراه بحثية إذا تمت والتوفيق من عند الله سبحانه وتعالى واكتازت هذا الأمر وخذت الدكتوراه تكون أول طالبة في هذه المرحلة الفرقة الثانية من كلية الزراعة تحصل على الدكتوراه ثم بعد ذلك يكون طريقاً آخر لا أريد أن أتحدث عنه في هذا اللقاء غير أنني أردت أن أبارك لها أولاً على هذا المجهود وتكون قدوة لكل طالب ولكل طالبة يبحث عن الأمل وعن المستقبل حتى وإن كانت الإمكانيات لا تساعده أنت بالعقل تستطيع أن تصل إلى أعلى المراكز هذه الطالبة أو هذه الباحثة إن شاء الله قريباً نقول هذه التي حصلت على الدكتوراه في هذا الأمر شيء جميل الأمر لا أريد أن أتحدث عن تفاصيله الآن لأنه قيد البحث في جهات وأماكن معينة ننتظر إلى نهاية الشهر بإذن الله ويكون حصاداً من حصادنا في عام عشرين عشرين ونتحدث عنه تفصيلياً بعد أن يتم الأمر لكني أقول من أراد أن يحفر لنفسه مستقبلاً يستطيع إذا كانت لديه القوة والإرادة وإذا كان لديه حب هذا العمل حينما أتحدث عن بناء المستقبل وحديثنا مصر والمستقبل إذا كان اهتمام بالأطفال الآن فأنا أهتم بالشباب غداً وإن كان اهتمام بالشباب الآن فأنا أهتم بالقادة غداً لذلك كلنا نحرص ونعرف القول إذا بنيت إنسان استطعت أن تبني أسره وإذا بنيت أسره تستطيع أن تبني دولة دولة كل دول العالم تريد التقدم من يصل إلى هذا التقدم ومن يأخذ بأسبابه ومن تتوفر له عوامل ويستغلها هو الذي يصل مشاهدين الكرام فاصل ثم نرجع تكملة تحت عنوان مصر المستقبل فاصل ثم نعود مرة ثانية مشاهدين الكرام أهلا مرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل قبل الفاصل كنا بنتكلم وبنقول أي إنسان يستطيع أن يساهم في بناء فرد فهو يبني أسره فهو شريك في بناء الدولة الدولة لابد أن يكون لديها حدود أرض يعني وشعب وحكومة في كل دول العالم توجد سلطات يجب الفصل بينها سلطة تنفيذية سلطة قضائية سلطة تشريعية الرابط بينهم المفاصل إعلاميا أو وسائل التواصل أو مسؤولين والمتحدثين الرسميين باسم الجهات والمؤسسات والوزرات عشان كده يا جماعة لازم الإنسان يعرف أمس انتهى خلاص مش هفضل أقول عندنا سبع تلاف سنة حضارة وأفضل أعد في البيت وماشتغلش وأعيش على الماضي مستحيل وفي نفس الوقت مهما يكون الحاضر اللي أنا فيه في ألم لابد أن يكون معي أمل رغم الألم يكون هناك أمل والمستقبل أن أنا معدش في بيتي وأنتظر وأقول بكرة أحلى وبكرة أحسن وأنا مش بتحرك خذ بالأسباب الشيخ الشعراء ورحمة الله عنه يقول لك بني التوكل على الله والتواكل على الله التوكل على الله إن الجوارح تعمل والقلب يتوكل على الله عنده يقين إنما الإنسان يجلس ولا يأخذ بالأسباب لا لا يجب طيب أنا عايز أعرف برضو يكون أي مواطن لديه معرفة في وزرات سيادية ما ينفحش يتناول أخبارها على الرأي العام وزارة الدفاع مثلاً وزارة الداخلية في حاجات معينة خطة ترتيبات شراء أسلحة لا يجب أن تناقش على مسنع ومرأة من العوام دي خصوصية جهات سيادية في عندي وزارات خدمية زي التنمية المحلية مثلاً التنمية المحلية يجب أن تعمل 24 ساعة في صرف صحي في مية في كهرباء فيه تواصل إذن من يعملون بالجهاز في وزارة التنمية المحلية معرض شغلهم أن يتم منزلهم في الشارع 24 ساعة أيضاً عندي جهات أمنية لا يستغنى عنها على الإطلاق وعشان كده يا جماعة نحية الأمنية مهمة جداً جداً في كل دولة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب يحطون الأمان في الدنيا قال من أصبح آمناً في سربي يعني عيش في أمن عيش في أمان بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح آمناً في سربي معافاً في بدنه السلام علي السلام يصحى منهم كده بيحرك إيده وتحركت بيحرك رجله وتحركت بيشبع نشاب بيتكلم بيسمع نعم يا جماعة لا يعرفها إلا من فقدها حتى عندنا المثل المشهور الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى تخيل إحنا بنتكلم ده وقت ساعة ستة وتلتة تقريباً في نفس التوقيت ده في ناس فقد البصر في ناس في مستشفيات قسم عظام في ناس في غيبوبة يتمنوا أن يمشوا عشان كده إحنا في نعم ولا ندري نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى فالإنسان مننا وهو بيشتغل يعرف حكتين الرزق ده ربنا سبحانه وتعالى مقسمه فعلاً ولكن خد بالأسباب عشان يوصل لك الرزق الحاجة التانية إن ربنا حدد لك عمرك لن يستطيع أحد أن ينقص من عمرك ولن يزيد من الرزقك فخلي بقى فيه طمعنينة كده وتوكل على الله وقول لنفسك ماذا أنت تارك إيه اللي أنت هتسيبه للعالم بلدك مستفيدة منك إيه قريتك مستفيدة منك إيه إيه اللي الاستفادة للناس من وراك أنت كشخص كمان حاجة يا جماعة سمعة الشخص تصل إلى أبعد بكثير مما تتوقعه وسمعته أيضاً بيكون أطول من عمره يعني إحنا فقدنا أناس ما زال الكل يتحدث عنه إن أردت أن تتكلم سياسياً الراحل السادات بطل الحرب والسلام هنكمل قصة مصر المستقبل لكن بعد هذا الاتصال معي على الهواء مباشرة اللواء أركان حرب هشام ضرة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم سلام عليكم سيدة اللواء وعليكم السلام عليكم أخبر حضرتك الحمد لله دخل سيدة اللواء تعلمنا من حضرتك دائماً ونعرف منك ما هو الجديد لدى محافظة الفيوم من الصرف الصحي أين وصلنا الآن والحمد لله أنا بش نصر لأهالينا في الفيوم إن عملية فرقص والسنة والسعادية رسلت خلاصة على المقاولين وأنا بالصدق لأنني كنت مجتمع معهم النهاردة وبأكد عليهم إنهم هم يبتدوا يتفقوا على المواسير ولست طبعاً حيصان تعمين عشان يبتدوا يطلع لهم أمر الإثناد ويطلع لهم ونعم العقل بسنا عشان نسبة الخطوات ويبتدوا يتعرضوا على الممستير بتأسهم عشان تبتأخذ وقت عشان تتصنع وتيجي ويتم اختباراً يعني كده نقدر نعلن أن فرقص والسعادية والسرسنة انتهى الأمر ويتم بداية العام القريباً إن شاء الله إن شاء الله حايت التنفيذ بإذن الله تعالى الحمد لله شيء جميل وشاكشوك برضو حضرتنا في منشوع شاكشوك خلاص تم استلامه للمعاول وفيه محضر السلام موقع بإذن الله يوم الخميس الجاي بإذن الله تمام تابسيات اللواء فيه سؤال ورد البرنامج مع القادة يمكن فيه خطة الدولة ماشيين بيها في الصرف الصحي ربما ناخد قاري ياسين مثلا وقاري ياساد بيانتهم عزب مش مدرجة معهم يطرى هكون معهم ولا هكون منفصلة لا مش فهم يعني فيه خدنا قارية مثلا وخدنا كبيرة وخدنا قارية بعدها مبيناتهم فيه عزب وفيه أماكن صغيرة يعني مثلا خمس تلاف شخص ثلاث تلاف شخص سكنين هيتم إدراجهم في الخطة لا حضرتك احنا معاستمين المحافظة زونات زونا على بعض بيتاخذ تمام يعني يعني ما ينفعش ياخذ قارية وفي جنب منع عزب ما خدهاش تمام تمام لا كله بيتاخذ حضرتك في فزون واحد متزامن يعني 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 الحمد لله محافظة الفيوم القرد للروبي إن شاء الله يعني حيث تنفيذ رائب جدا بالإضافة للمشروعات الاستثمارية اللي الدولة بتعملها عن طريق الهيئة القومية عندما الشهر والصرف الصحي بالإضافة للمشروعات المتوقفة اللي أنا السائل اللي ستك عليها فروس والسلسانة والسعادية والسلسانة وفيليمين والشكشوك كل دا إن شاء الله يخش حيث التنفيذ وبإذن الله بإذن الله محافظة الفيوم حسين من أعلى نسب خدمة الفيوم الصحي في جمهورية مصر العربية كلها إن شاء الله سيادتي لواء يعني نبشر أهلينا في القرى الغير مدرجة والليهم مش عارفين خطتهم كده كده جايين في الخطة ولو عملنا قرية بالتبعية القرية اللي بعدها هيتعمل معاه في نفس التوقيت إن شاء الله إن شاء الله يا فنم وفيه تناسق تام بيننا وبين الهيئة القومية علشان اللي أنا مش أعمله هو هيعمله تمام لأن كان فيه وصل لبرنامج مع القادة من عزبة الصفيح بجوار النصرية وقرية سيلة بيقولوا إن فيه شغل تم في قرية سيلة وفي دومه وإحنا بيناتهم في الاتنين يطرح نجاين في الخطة ولا لا أنا ببشرهم إن شاء الله زي ما حضرتك قلت إن إحنا بناخد زوم منطقة معينة ونتهي العمل منها هي برضا حب واضح لحضرتك سيلة ده تنفيذ الهيئة القومية اللي بنشر والصرف الصحي وهم مجرد ما بيسلموني المشروع أنا بنزل على الأرض الواقع وبقول له ناقة الشارع ده وناقة الحتة دي هو بيكملها على طول يعني أنا بنزل بأسلم منهم مشروع عشان أعمل عليه التوصيلات المنزلية تاتي الأهالي عشان نشغل المشروع هو أبقى حضرتك أنا ببلغوا بقى إن في المناطق دي سيئة توائز وهو بيتم إدراجها على طول وبيكمل لها الشغل بتاع إذن الشغل في الصرف الصحي بيتم طبقا لخطة معدة مسبقا وبيتم تنفيذها ولا نستثني قرية ولا نستثني عزبة إن شاء الله ما فيش استثناء لأي حد يا دكتور رمضان إن شاء الله سيادة لواء شاندورة رئيس شركة مياه الشرب ربوصار في الصحي محافظة في يوم شكرا لحضرتك سيادة لواء يعني ما شاء الله يعني متابع معنا أول بأول اليوم كان فيه اجتماع بخصوص فرقص واستعدية وسرسنة ويوم الخميس عنده اجتماع بالنسبة لشكشوك عجبني اللواء شامدورة وأنا بتناقش معاه في مكتبه بقول له يا سيادة اللواء يقال إن فلان من النواب القدامى أو الجدد تدخل وأضاف قرية أو حزف قرية فدحك وقال لي هذا الكلام مستحيل بخط الدولة الدولة أعدت هذه الخطة وحتى يجب ألا يتكلم عن هذا أي ناب لا قديم ولا جديد خطة الدولة ويتم تنفيذها الآن سواء للصرف الصحي أو الرصف أو الطرق مهم جدا جدا يا جماعة عدم المتاجرة بالمشارعات الاستثمارية القومية التي تقوم بها الدولة أرجع للحوارنا ونقول إن إحنا لازم نشتغل ومصر يا جماعة بفضل ربنا سبحانه وتعالى إحنا قلنا الدولة لها أرض وحدود أرض مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى ربنا حافظها آه تعرضنا لاحتلال تعرضنا في خلال مرحلتنا إلى أمور كثيرة جدا وشمعنا مصر يا جماعة لأن مصر قوية مصر الكل يتمنى أن يعيش عليها فكيف لا يفكر أن يحتلها لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل في المصرين حاجة يا جماعة والحاجة دي بمنتهى الأمانة غير موجودة اللي عند المصرين فقط رغم الحالة اقتصادية ممكن تكون صعبة رغم إن الناس ممكن ما يكونش مستريحة في حياتها بس لما يقول مصر الكل يرفع القباة احتراما وتقديرا لمصر ومصر مش فكورة بس آه صحيحا أنسيت بارك للنادي الأهلي مش معقول بقى كل حالة بارك للنادي الأهلي بارك للنادي الأهلي لازم أنا رعي شعور برضو إخواتنا الزمالكوية برضو يعني اسم محمد تمام يعتقد مستني هقول إيه نهاردة مش فقدر أتكلم خالص لكن مبروك للأهلي طبعا هارض دي لك طلاقع الجيش قدى مطش جميل احنا عايزين يا جماعة الرياضة دي تقربنا من بعض الرياضة عمري في يوم من الأيام ما تكون السبب خلاف السيد ناصر الشاهد بيقول لي شكرا لأن طبعا الزمالكاوي عندنا اللي ايه أول ما يلاقي حد بيتكلم عن الزمالك كده حتى قبل ومطش الزمالك كان عامل الاستعداد واحتفالات في عشرين عشرين أتمنى ما يجيش عشرين تلاتين آه الفين تلاتين إلا وربنا سألاء أكرم الزمالك بأي بطول عشان خطر السيد ناصر ايه الشاهد يعني آه أنا عايز أقول يعني الرياضة يا جماعة كل حاجة بالعقل يعني حتى لما حبه واحد رويضا رويضا ولما أبغض واحد رويضا رويضا فربما تغير العدو وأصبح حبيبا أو تغير الحبيب وأصبح عدوة الوسطية في كل شيء اللي بأشوفه بقى فيه مبالاة ومبالغ جدا جدا في احتفالات البعض من جمهور النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي يا جماعة مفروض متعود على البطولات الإنسان لو بيأخدش بطولة وبيمسك بطولة بيأطير بيها زي ما يكون فيه إنسان برضو بينتقد الدولة انتقاد شديد واحد تاني بيطبل تطبيل ملفت الأنظار لا هذا ولا ذاك أنا أحتفل أول مبروك للأهلي بس في الأول في آخر ده رياضة تقربني من بعض إنه ما اللي بيحصل الأخ والجار مع جار مين فحشي الكلام ده دي مشكورة إحنا بنتكلم على الروح الرياضية حتى المسألة عندنا بقول لك خليك روح الرياضية فأي تعامل مع أي حد إذن الرياضة إذا أتت بثمارها وحببت الناس في بعض أهلا بها غير ذلك لا غير مرغوب في هذا الأمر حتى حبايبنا الزمالكوية ما تحزنشي قوي إذا أنت فرط عندك صبر ومتعود يعني والأهلوية ما تفرحشي قوي برضو لأنت متعود كل ما تحب بطولة يعني أرجع وأقول إحنا هايزين نهتم بشبابنا لو اهتمنا بالشباب النهاردة شي جميل جدا جدا لما الطفل المصري على مستوى العالم لحد ست سنوات هو الأسكى شي جميل جدا جدا لما يكون الشباب عندك في مصر هم العمود الفقري للسكان في مصر تتكلم على نسبة أكثر من ستين في المية طبعا إذا تكلمنا بقى عن الرياضة وعن بطولة كأس مصر لابد وأن يكون معنا أهل التخصص الأستاذ عبد الحميد فراق الناقد والمحلل الرياضي سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا دكتور إزاي حضرتك أخبار حضرتك عامل إيه كله زي الفل والله خير عازين بقى منعرف من أهل التخصص ادي العشل خبازينه حتى لو هيكلوا نصه واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بحسك الرياضي كيف رأيت الأهل في موضش أمس أو كأس مصر عمتا كان نبدأ الأول بالنشوة اللي عاشها النادي الأهلي بقاله فترة في الموسم ده هو التتويجي وبطولة الدوري المحلي وبعد كده الفوز بطولة الدوري أبطال أفريقيا على المنافس التقليدي نادي الزناري تمام كان داخل بطولة كأس مصر بشكل إنه هو حابب يحقق السلسية وحابب يستعيد اللقب بعد غياب وياخد اللقب 34 في تاريخه كانت موسم يعني بيكلل به نجاحات كبيرة جدا للنادي الأهلي كمجلس إدارة وكجهز فني تمام وكان المنافس فريط طالع الجيش صراحة هو كان وعد جدا وكان تخطى أكتر من منافس قوي زي برامدز في دور الثمانية وزي نادي الزمالك في نصف النهائي كانت مفاجأة كبيرة أنه طالع الجيش يقصي نادي الزمالك اللي نادي الزمالك اللي كان حامل اللقب في البطولة دي فكانت مباراة فعلا يعني نقدر نقولنا خارج التوقعات بين الكابتن طرق العشري طرق العشري ما شاء الله عمل شغله جميل جدا صحيح وفي المباراتين في مبارات الزمالك ومبارات الأهلي يعني غير التكتيج بتاعه وظهر بشكل كويس جدا وقدر أنه يوصل مع النادي الأهلي ورغم النقص العددي اللي عنده حصل طارد في آخر دقائق في الوقت بدأ الطايع لكن قدر أنه يوصل المباراة للتعادل وبعد كده الوقت الإضافي ووصلت للنهاية لضربات الترجيح اللي بترجح فريق على حساب آخر أعتقد أنها في النهاية ابتسمت للنادي الأهلي كان يستحق الفوز باللقب ويستحق أنه يكون موسم رائع متوج بالسلسية الدوري والكأس وأفريق عايز أقول لحضرتك أنت ذكرت أن الأهلي حصل على ثلاث بطولات الدوري المصري الكأس المصرية كأس أفريقية في ثلاث بطولات أيضا ينتظروا النادي الأهلي السوبر المصري السوبر الأفريقي كأس الأندية هل حضرتك شايف أن البطولات اللي خدها الأهلي دي ربما تكون حافز في البطولات القادمة؟ مؤكد وخصوصا في مباراتين منهم أنا شايف أن المستوى الفاني النادي الأهلي ربما يكون أفضل من منافسينه ومبارات السوبر المحلي نهائي مكرر بين الأهلي وطلاع الجيش أعتقد أن النادي الأهلي هيكون مؤفق أو حظوظه أكتر من فريق طلاع الجيش وكذلك السوبر الأفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي شفناه قدام برامدز مهواش الفريق مهواش الفريق القوي نقدر وخصوصا أن البطولة هتقام في مصر هنا إن شاء الله يوم 18 أعتقد أنه هيكون حصوص النادي الأهلي في فوز بالبطولتين دول تحديدا كبيرة جدا أكتر من منافسيه أما بطولة كاس العامل أعتقد هيكون صعبة جدا أنه نتكلم على الفوز بيها أو الوصول للنهائي ولكن الظهور بمظهر يليق ببطل القرى الأفريقية هو ده المطلوب من النادي الأهلي في الفترة الحالية إنه هو يتخطع الأهل للدور الأول وأعتقد أيضا أن القيمة الحالية للنادي الأهلي من الممكن أنها تعمل نتائج طيبة في البطولة إن شاء الله لها تقام في قطر في شهر فبرار المقر منقر الأهلي يستفيد على الأقل من الصبر الأفريقي والصبر المصري في إعداد جيد ومتشاط أعتبرها ودية بس قوية رغم أن هي رسمية للاستفادة منها أعداد بدني وتدريبي وخطط للمتشاط كأث الأندية هيكون صعب لأن جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي وكل القائمين جوه النادي الأهلي ما بيسيبوش بطولة زي ما بيقولوا الشغف إنه هو يفوز بكل البطولات ما هيخليهم يبصوا لمباريات الدورية على إنها مباريات تجهيزية أو مباريات تجريبية بالعكس هيهتموا بكل المباريات خلاص جدول الدوري كمان تم إعلانه في فترة الحالية وأول سبع جوالات والأجندة مضغوطة جدا لكل الأندية نظرا لأن الموسم الماضي امتد بشكل كبير بسبب جائحة الكورونا طبعا فأعتقد أننادي الأهلي هيكون يعني مش هنقول أنه صاحب بالين ولكن هيكون مركز جدا في بطولة الدوري وكذلك أنه هيكون يستعد لكاس العالم الأندية إن شاء الله السيد عبد الحميد فراج الناقد والمحلل الرياضي شكرا لحضرتك كابتن عبد الحميد ذكر فعلا طلاع الجيش كابتن طارق العشري قد أداء جميل جدا وده يا جماعة خلينا نقول أن برضو العقول المصرية ومش لازم يكون عندي مترب أجنبي مش لازم أدفع بالدولار مش لازم حقدة الخواجة ادوا فرصة لأبناء احنا مش بنونه المصر المستقبل حديثنا اليوم من كلام عن مصر المستقبل لازم أننا يكون عندي رؤية مش رياضية بس يا جماعة رؤية صحية إزاي عندي جائحة كورونا والمشاكل اللي حصلت في العالم وكان عندنا في مصر ترتيب ربنا سبحانه وتعالى والله يا جماعة الواحد بيشوف مناسبات عندنا في مصر سواء أفراح أو أيتام والعادة مياتم أو في العزة بتلاقي الزحمة اللي موجودة والتكدس اللي نعناس على الفطرة مستحيل تقول إن كورونا تقضي عن ناس دي كلها لكن بفضل ربنا بنخرج من ناس المين مش بشطرتنا والله يا جماعة فحيسين نقول ربنا معانا ويكون عندنا بقى إعداد جيد للفترة القادمة جائحة كورونا يعني عندنا التربية والتعليم إلى حد ما السنة اللي عدت استفدنا في التعليم عن بعد وبدأنا نتعامل منصات تعليمية خاصة بالجامعات شيء جميل جدا جدا بس الشيء برضو النقيد اللي لازم برضو ندرسه مش معقولة كل يوم المدارس هتقف والمدارس هتعطل لا الإسبوع الجاي هيتم الإعلان الجامعة اللي يروج إشاعات لابد أن يعاقب الإسبوع اللي عدى في وجوة الدينية كلها بتتكلم عن تغيير وزاري وسيادة الفريق كامل وزير رئيس الوزارة مع كل التقدير وكل الاحترام اللي يقول الكلام ده يا جماعة لازم يكون مصدر مسؤول إنما الأمر يشاح بين الناس وكأنه بالفعل تم هذا الأمر لا أي لابد المعاقب فيه ناس يا جماعة بتتكلم منكم بحسن نية لكن الضرر أكثر من النفع في هذه الأمور إحنا عندنا استقرار يمكن معاني الدكتور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي من ساعة نمسك الوزارة فيه استقرار فيه تقدم فيه حاجات كويسة جدا يا جماعة إحنا نتكلم على بشر باش ملايكة أو أتفكر إن معاه ألم سحري نتحسن نتحسن معانا لأسيد محمد نفيوم سلام عليك أسيد محمد حضرتك يا فندم أهلا بحضرتك حضرتك أنا اسمي محمد من المحافظة الفيوم أهلا بك أسو محمد حضرتك أنا ليا يعني رجاء من سيادة الدكتور أحمد الأنصار من المحافظ وسيادة الدكتور الأستاذ المحترم محمد أمات حضرتك يا فندم يعني أنا مريض بمشكلة حضرتك الأسبوع اللي فات بمنسبة إيه إن أنا عندي بطاقة استيراد بطاقة استيراد آه تمام فحضرتك روح تجددها في المقر اللي أنا بروح فيها على طولنا في الفيوم حضرتك لديت المقر مقفول وقالوا دي الفيوم محافظة الفيوم كلها اتحولت لمدينة ستة أكتوبر تمام يعني يا حضرتك مثلا محافظة بحجم الفيوم تروح تروح لمدينة ستة أكتوبر طيب حضرتك أنا دلوقتي فعلا ثاني يوم رحت ستة أكتوبر رجعوني عشان الورقة قنقص حضرتك مثلا ايه ورقة أجيبها من من مصلحة الضرائب عندي في الفيوم تمام حضرتك عشان أروح تاني يعني محتاج مثلا يوم ونتعرف حضرتك الإجراءات ما بتخلص في يوم في الضرائب عطروني لتاني يوم حضرتك وبعد كده هروح هسافر تاني حضرتك أكتوبر تبدأ يعني ينفع حضرتك طيب أنا هضوم صوت لصوتك وان شاء الله نتابع معك بعد الهوى واعتقد الدكتور أحمد الأنصاري ودكتور محمد عماد ان شاء الله يكون اليوم كلمة في هذا الأمر بس انت الشيء بشيء يذكر يعني استغرب أن محافظة الفيوم حتى هذه اللحظة رغم الجهود المبزولة من النائب المحترم أشرف عزيز اسكندر ما فيش تصديق ذات الخارجية داخل محافظة الفيوم يا إما تذهب لابن سويف أو تذهب إلى القاهرة اسم التصديق دخليني حاجة تانية جديد استيراد اللي عايز استيراد يروح 6 أكتوبر لست محمد أنا ما فيش ترتيب معاه قبل المكالمة ولا أعرف أنه هيدخل ولا هيقول الكلام ده ولا فيه إعداد بالنسبة لي في الجزئية دي عشان أعرف أرد ولكن نواب الفيوم قلنا المشروعات القومية ربنا ريحكم إنها وتولت الدولة هذا الأمر افضنتوا بقى شوية كده بقى والشمور الصغيرة دي كتصديق في المحافظة عمل غرفة إن يكون فيه تواصل مع 6 أكتوبر يشيك على الأوراق تاخد منه أوراق خلي عندنا برضو نفس النهج اللي معمول عندنا في البطاية الشخصية الورق بيتجمع في الفيوم ويتم إرساله للمينيا الجوازات الورق بيتجمع في الفيوم ويتراجع مية بالمية ويتم إرساله لأسيوت ليه برضو ما أجمعش في الفيوم معالي الدكتور محمد عماد وسيادة الدكتور أحمد الأنصار يكون عندنا نفس الأمر تخفيفاً على الناس نواب الفيوم فيه ملاحظة قوية جداً جداً انتشار القمامة أعزكم الله الزبالة فكل شارع دوقتها حالياً أقول لكم في المدينة أكثر من القرى أقول لكم أنا معايا صور بس أستحيناً أعرضها تبعد عن مبنى محافظة الفيوم أقول لكم لا تتجاوز كيلو كيلو ونص وأمر بشع جداً تبين نواب قدموا حاجة اشتغلوا بقى الطريق مفتوح ليكم حالياً كنا بنعيب على النواب اللي هما كانوا موجودين جاءت الفرصة ودخلتم ماذا أنتم صانعون أنا مش بتكلم على النواب الفيوم بس أنا بتكلم على كل النواب أنا عجبني جداً جداً سيادة النائب محمد أبو العينين محافظة الجيزة ان بدأ يعمل تواصل وعمل مكتب مش خاص بابناء الجيزة بس ده فتح المكتب لأي حد على مستوى الجمهورية عنده شكوى يتقدم بيها ويتم المتابعة تم تيجي نقول بعض النواب ينضموا ليه يعني حتى لو ما عندكش الإمكانيات أن يكون عندك مكتب لأنه عشان تعمل مكتب أنت عايز حد قانوني فيه عايز محاسب ربما تكون هذا الأمر صعب عليك لا حاول تشتغل الشغل جماعي الحاجة التانية أنا عايز مصر قوية عايز مصر المستقبل في كل المجالات قلت رياضيا قلت طبيا تعليميا أنا بدأنا نحط خطط طويلة الأمد عشان التعليم عن بعد لكن فيه عندنا حاجات عايزة معالجة لحظية يعني أنا لا أنظر إلى طويل الأمد فقط وأثر في قصير الحالية الأنية للمشاكل اللي بيعيشها وليها الأمور بيعيصلح أول بأول أيضا عايز برضو المناخ السياسي يتغير مستحيل تكون فيه سياسة من غير أحزاب طبعا أنا هقول كلمة وعايز حد يرد عليها اسأل أي حد في الشارع أرايها في الأحزاب أوه كلها كارتونية ملعيش لازمة والكلام ده بيتناقل وعندنا مشكلة تانية عدد الأحزاب بتتكلم 116 حزب أنا عايز أقنن الأمر يا جماعي اللي عايز يتعلم سياسة يتعلمها فين لابد أن نروح حزب يبقى أشجع الشباب أن نروحوا أحزاب ما بولكش نروح حزب معين لأ شارك في الأحزاب اختار الحزب اللي يتناسب مع فكرك وأديولوجياتك اللي أنت مقتنع بيها أيضا اللي عادين على الكراسي في الأحزاب ربما أنت السبب في صوت الحزب ما عندكش رؤية ما عندكش احتواء مش عارف تضم شباب أي حزب ما فيه الشباب يا جماعة الحزب ده عمره ما هي كل ما كان بكرة ما زي كان الشباب هم وقود الحياة هم وقود المستقبل شبابه اليوم قادة المستقبل طب أنا عايز أعلم الشباب دول سياسة يبقى لازم أن أعلمهم في الأحزاب إذن الدولة تكون على مسافة واحدة من كل الأحزاب وتدي فرصة للشباب وبلاش البراجوت اللي بينزل على الأحزاب ده أن فلان هو النائب فلان هو لا خلي الفكرة بقى ندي مساحة احنا الفترة اللي عدت الدولة تعاملت بهذا ويجب أن تتعامل به لظروف معينة كلنا عارفينها مصر استطعت أن تصدر للعالم صورة قوية جدا جدا مصر خارجيا عايزين بقى نخليها كمان داخليا المنتظر أن مصر تقع يا جماعة للأسف مش المعادل لمصر بس حتى للأسف بعض المصريين مش عاجبوا أن مصر يكون قوية والله بيك بغيرك شئ أبيت ربنا حافظ مصر ومصر هيكون قادمة بس أنا حايز أشتغل شغله صح بقى ليه أن أنا أدي مجال للشباب ياخد سياسة من إنسان يضع السم في العسل أنا أقلنا للأحزاب وأدي فرصة للأحزاب وأجعل الحياة الحزبية عندنا في مصر خلاص من الكلام برلمان عشرين عشرين يعني قابق وسينا وأدنا ينتهي خلالأسبوع الجاي منتهيين منه أنا عايز أنظر إلى برلمان عشرين خمسة وعشرين عليك بخير بعد خمس سنوات يعني الشاب اللي عنده 18 سنة لا يشارك في العملية الانتخابية اللي هو عمره 13 سنة دو وقت حاليا أنا عايز أدربه عايز أدي له فرصته عايز أفتح مقرات الأحزاب كلها يكون فيها وعد تفكير سياسة أزرع من الآن حب البلاد في الشباب مشكلة الشاب هياخد السياسة منين يا جماعة طول الوقت شغال أغاني ما أحترامي الكل اللي بيسمع أغاني كل الأمور رياضياً فنياً كل الحاجات دي لا أعترض عليها لكن محتاجة ضوابط إذا طغى شيء على آخر ارتفع شيء أكثر مما يجب وانخفض شيء أساسي لا يجب يعني إنسان أصبح حياته كلها غناء تب فين الرياضة؟ مش موجودة إنسان أصبح حياته كلها رياضة تب فين النحية الثقافية وتعليمية؟ مش موجود إنسان قدر يعيش حياته كلها بالمنصب والجاه تب فين صلة الأرحام؟ معنا على الهواء الأستاذ إسلام من الدهلية سلام عليكم أستاذ إسلام أتفضل أستاذ إسلام الحمد لله بخير الله أعزك أنا أحب أن أعنيك الأول على برنامج جميلة الله أعزك حليبي إن شاء الله بس عايزين أخذك المستعبت للشباب عموما الأحزاب تمام تفسر الأقوى للأحزاب يعني عشان الشباب يفهموا غلط تمام النهاردة محتاجين وضع مبسط شوية للشباب ممكن؟ تمام بس بحيث لشباب النهاردة يعني هتبروا الأحزاب يعني التعصب والشباب النهاردة بعتبروا الأحزاب دي التعصب تمام مش أكتر ما بعتبرش بشكل مبسط للرؤية الخلفية للدولة عموما أو العموة مستعبة للمصر أو كده أستاذ إسلام حضرتك كم سنة؟ أنا حضرتك كم سنة ما شاء الله مقتبل الشباب والعمر المديد يا رب إن شاء الله أستاذ إسلام بدون ذكر أسماء؟ أنت تنتمي لأي حزب؟ برضو لو عرض عليك حزب بدون ذكر أسماء هتوافق ولا لأ؟ لا ممكن يعني حسب تفكيش الحزب الفياسي اللي أنا أخشه مثلا حسب تفكيله إيه؟ تمام عشان ده اللي ده يعنق بكده يا فندر ده حزب مثلا كان الإخوان تمام الحزب اللي كانوا عاملين أخوان مسلمين تمام كانوا أم اللي دعونا في الآخر يا فندر مع الشباب مشت وراء أحزاب تهيوية تمام بس مش أكثر طبعا أنا أحييك على هذا الطرح رؤية جميلة رأيه احترم أنا عايز أقول بس حاجة يا جماعة شكرا للإسلام من الدهلية أنا عايز أقول حاجة الناس مفكرها أن لما يكون حزب مؤيد أنه يسقف ويطبل على طول وفهم أن لما يكون حزب معارض أنه لا على طول لا الكلام ده مش في السياسة الحزب المؤيد لو عنده وعه وعنده فكر آه أنا بأيد كل ما هو يفيد بلدي دولتي ويجب عليه أيضا أن أعارض كل ما يضر بلدي ده من وجهة نظري يبقى ما فيش حاجة اسمه حزب مؤيد أبدا وأيضا الحزب المعارض هو يعارض كل ما يضر البلد ولكن يجب عليه أيضا أن يؤيد كل ما يفيد البلد عشان بس نوضح حزب مؤيد وحزب معارض عندنا حزب يحكم يعني بعد انتهاء الحزب الوطني ما جاش حزب بعدها حزب يحكم لأن أي حكومة حتى الحكومة الحالية هي عبارة عن اقتلاف ربما من أحزاب ربما من مستقلين ما فيش حزب له الغلبة أنه يحكم لكن لا مانع عن أي حزب وبالعكس الحزب أن يكون عندي رؤية كحزب أن أنا أكون الحزب الحاكم أن يصل من عندي كم وزير كم محافظ ده يجب أن الحزب ولكن تتح لي الفرصة ويجب يا جماعة برضو كمان أن أنا كدولة اللي أنا شايف عليه علامات استفهام يتم معنا الحج رجب من محافظة الأقصر سلام عليك حج رجب حبيبي يا دكتور رمضان أهلا بحضرتك أنت بصراحة أحسن علام يا استاذ رمضان أنا والله ما شفتك عم رجب ولكن يمكن عشان شهور أنا رمضان وأنت عم رجب فقريبين من بعض فكريا ربنا باري فيك ويجعلك محب لكل الناس الغلابة يا استاذ رمضان الله يعزك حبيبي الله يعزك أنا بحييك وبحيي فريق إعداد محترم بتاعتك الله يعزك يا حبيبي والله يبرك لك أتفضل عم رجب صوت الناس الغلابة أتفضل عم رجب عملية عشر دورات انتخابية في مركز اسنا تمام مركز اسنا محافظة اللوكسور تمام عشر دورات انتخابية نفسي في يوم من العيام أنت أعرف أقول للنائب كده أنت مشاكلين نقعد في بيان نفسي أطلع أقول له كده شكرا عشر دورات مركز اسنا مفهوش ألا مصنع تلجي فقط لغير الشباب وجميع العمالة واسأل يا صدر لمضان على مركز اسنا في من عيما الأعضاء مسجد في مركز اسنا كلهم خابلية وعصبية تمام لضرعة ان السنة دي عرفولهم مفيش ولا واحد نجح منهم اللي نجحوا كلهم جدهد والله تمام بانشاء مصانع داخل مركز اسنا محافظة الأقصر المفروض ده بلد كبير المفروض ده من زمان كانت عملتها مصانع هو مش حيقدر يعني مش حيقدر يعني مش حيقدر يعمل مصنع مسكي مش حيقدر يطالب يبقى مع الشعب اه فيه مكتب ما تزعلش ذا الشؤون مثلا تمام الشؤون هذا كرامة فيها يعني قيادة الرئيس يشكر مقامة رئيس الجمهورية وحكومة شغالين شغل كبير كله عشان يرضو الناس الغلابك ما هذا لما تروح مش حيقدر الشؤون عشان تقدي مصلحة والله والله يا سهد رمضان فيه ناج بتاكم من الارض ملاقيتك بضل 450 لا الى الى الله والله يليهم سنتين والله عشان يطلع علم البطاقة بتاعت الفيذانية لما مفيش المفروض واحد عودي ويطلع يحل المسكلة يشوف ايه فيه مثلا ايه اللي غلط ايه اللي صح فانا عاوز نأتي في امنا اللي ما يصلح هقول له مش شكرين طيب انا احييك على هذه المدخلة عمي رجب شكر لحضرتك شكرين وانا هضم صوت رسوة عمي رجب وهقول مركز اثنى محافظ الاكسر كل مراكز جمهورية مصر العربية في كل المحافظات هقول حاجة لللي عايز تمر في السياسة لكل النواب الجدد لو نظرت قديما الى اللي يمكنك انت اكيد مش متطلع انك تكون الدورة دي بس انت عايز استمرارية لو عايز استمرارية بجد ابدأ اعمل مصنع في بلدك وهقولك على حاجة مهندس احمد عز في الحزب الوطني وصل الى ما وصل اليه عن طريق مصنعه وشركاته اسمعوها مني النقب محمد ابو العينين بدأ يسلك طريق جميل جدا جدا عن طريق مصانعه وشركاته والاقتصاد وعمود الاقتصاد في مصر اسمعوا مني الكلمة دي والايام القادمة هتثبت هيقدر يصل مش لابناء الدائر عنده في الجيزة بس بل لكل انا بقى ناشد الان وارجو من كل نائب في كل دائرة اذا كانت لديك القدرة المالية ربنا يزيدك انت دفعت كتير اوي اوي اه معنا على الهواء الاستاذة مي من محافظة الشرية سلام عليكم استاذة مي السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور اهلا بحضرتك اتفضلي لو سمعت يا دكتور انا جوزي عامل عملية في النخاع الشاوكي عاملينها في مستشفى الجامعة اللي هوش الزجازيدي الشردية ربنا يشفيه وعافي الله ربنا يخليك يا دكتور فادي وقت يجوزي له عملية تانية دكتور صام عبد الحميد داود حداب له عملية تانية في ظهره اللي هو شريح ومسانير دمام العمود الفقري والوقتي كل ما نيجي نعمل القرار يروكتور القرار بالجعلي اللي هو مش فيه تكديد شريح ومسانير ورجعنا خمس مرات او استاذة ميي ما عليش استفساره خليك معي لحظة بس زجوك له مظلة تأمينية عنده تأمين؟ لا لا جدي تنشغال كده باليوم يا دكتور عمره كم سنة؟ عندي 37 سنة طيب ممكن حضرتك بس تواصليلي مع كنترول او سيب رقم تليفونك عند كنترول وحدديني بس ايه المطلوب؟ محتاج قرار نافع الدولة يعني؟ او يا دكتور احنا عملناك كم مرة والقرار يرجع ما فيه شريح ومسانير يعني انا عملت القرار كم مرة والقرار يجينا في غلطة ارجع تاني اعمل القرار ورجزي لحوله ولا كوة طيب ابشرك ان شاء الله برنامج مع القادة هيتولى هذا الامر يريد الاعداد يتواصلي مع النواب في محافظة الشرقية انتحدك من المحافظة الشرقية سواء كانوا قدامى او نواب حاليين وان شاء الله ان شاء الله اي نائب هيتفضل مشكور او اي انسان اي طبيب اي انسان يعرف يوصل ويخلص هذا الامر هنقدمه شكر في البرنامج وكفاء بس ان ربنا سبحانه وتعالى هينظر الى هذا الامر انه فعلا الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وهنفعل احنا كنا مقول انها من بداية برنامجنا ان شاء الله مع السنة الجديدة ان شاء الله انه يحصل تواصل مع كل المراكز مع كل القرى واي حد في اي قرية في اي مركز على مستوى الجمهورية عنده مشكلة وعايز خدمة يبعتهن على برنامج مع القادة واحنا بالتالي نتوصل مع النواب في كل المراكز ويحصل بينه وبينه متصال الى ان نصل لحل هذه المشكلة سيد زمي ان شاء الله قريبا في برنامج مع القادة هنشكر شخص ما مين هو الله اعلم بس يا ريت يا جماعة خليك ايجابي واي حد في المحافظة يعرف يتواصل معنا يتواصل مع نائب ما اي حد مسؤول خد الاجر حتى لو انت مش ايدك اي حاجة ابدأ يتحرك كن ايجابيا خلي غدا ان شاء الله يكون افضل من اليوم هرجع وقول يا جماعة ان احنا في مصر ان شاء الله الفتر اللي جايه هكون احسن بس ان احنا السياسية عندنا فيه توقف وعزوف من الشباب يطار السبب الاحزاب يطار السبب الشباب نفسهم ما عندهمش القدرة ان يدخل في الحياة السياسية اكيد فيه امور ممكن نحط ايدنا عليها اعتقد لو حصل ان فيه لقاءات تمت بين الدولة بين الجهات معينة وبين الاحزاب وبين المفكرين تحت عنوان لماذا الشباب عازف عن الاحزاب ونحاول ندخل الشباب يا جماعة في كل الاحزاب احنا عندنا 11 لاعب يلعب في الملعب منتخب مصر مثلا اي لاعب بيجيد المنتخب هو اللي بيحصد يعني عندنا صلاح لما بيلعب صلاح بتلاقي فرق انا ايضا لما يكون عندي احزاب قوية الدولة هي اللي تستفيد ما الشرط عندي حزب مين اللي يكون في المقدمة او حزب مين يرفع الرائلة انا عايز الرائلة ترفع عايز فكري سياسي عايز فعلا نخلي الانسان اللي ياخد منصب فكريا سياسيا قادر على هذا المنصب اه بقول ان الاحزاب تبدأ تراجع نفسها تاني دوام الحال من المحال رأيت الزمن يدور فلا فرح يدوم ولا سرور الدنيا ما بتدومش وتلك الايام ندولها بين الناس الزكي لما تجد فرصة يقرب من الناس عشان لما يتغير الحال ويسيب المنصب يلاقي معاه الناس ووعى في يوم من الايام تشمت في حد يعني العمر وحياتك قلنا قصيرة وذكراك هي الاطول وذكرنا قلنا الراحل السادات رحمة الله عليه بطل الحرب والسلام ما زال يذكر مش في مصر بس في مستوى العالم بحينكته السياسية واداراته العسكرية ايضا حتى في الرياضة كابتن مصر محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ما زال العالم يذكره رغم انه توفاه الله لكن ما زالت ذكراه موجود دي ما يكون ذكر طيبة ايضا لما يكون عكسا تماما بتمام الذكرى بتصل وبتحدث عن انسان ربما انت ما شفتهوش في حد مننا يعني عايز اقول تسعة وتسعين وتسعة من عشر في مصر ما يعرفش نائبة هاشم في الكويت ما حدش يعرفها لكن بعد ايها المصر لما سقطت في البرلمان هذا الاسبوع الكل مش عايز اقول شامتان فارحم فيها لان فعلا لا تستحق ان تمثل عكسا تماما بتماما انه مرزق الغانم الكل يحبه بمواقفه اذا اجعل لك موقف يذكرك الناس وتحمد عليه ان لم تكن في حياتك فبعد مماتك مصر والمستقبل ان شاء الله المستقبل قادم مصر في القيادة مصر في الريادة شاء من شاء ابا من ابا حفظ الله مصر وشعبها حفظ الله مصر وشعبها حفظ الله مصر وجيشها حفظ الله مصر ومن احبها اذا نلتقي بحضرتكم الاسبوع القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر